تراجع كبير في مناسب نهري دجلة والفرات يشهده العراق في السنوات الأخيرة ما تسبب في تفاقم أزمة الجفاف وارتفاع نسب الملوحة وساهم الانخفاض الحاصل في إرادات المياه إلى 50% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية بخروج 260 ألف دون من من الأراضي الزراعية عن الخدمة ويبدو الأمر أكثر وضوحا في المحافظات الجنوبية كما هو الحال في محافظة المثنة التي شهدت تراجعا كبيرا في مناسب المياه تسبب في ارتفاع نسب الأملاح ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وهذا طبعا يؤثر مباشرة على صحة الإنسان لا سيما عندما تصل إليه مياه غير صالحة الاستلاق البشتري ستؤثر عليه وتسبب بعض الأمراض لا سيما أمراض الكوليرا وغيرها وأمراض جهاز الهضم الأخرى نتأمل خلال الفترة الماضية تأتي إطلاقات إلى المحافظة لأنه كمية المياه الواصلة أقل بكثير من المخطط لها في محافظة المثنة طبعا هناك نسبة شح عالية في العراق والمنطقة نسبة زيادة بالأملاح وخاصة في منطقة الوسطى والجنوبية تقوم المديرية جاهدة من خلال التنسيق مع المديريات المحاددة التي هي الدوانية والنجف بإيصال الحصة المائية رفع التجاوزات إيصال الحصة المائية للمحافظة الذقار الناصرية ويشهد العراق تراجعا مطاردا في مناسب المياه متأثرا بندرة الأمطار وقيام إيران بقطع العديد من الروافد التي تصب في الأراضي العراقية ما دفع الكثير من المنظمات الحقوقية إلى التحذير من آثار خطيرة على القطاع الزراعي الماء يأثر تأثير شيء كبير في حياتنا العملية أنه ماتت عندنا أشجار وفواكه وورود قلت عندنا تربية الحيوان هذا الماء ماكو المالح أثر على الحلال أثر على الزراع أثر حتى علينا البشرية والله صديقي السرع علينا هما دي مرتنا هما دين مفروض يحتنون حطون تصفيات ماء حطوا عجل يحتنين يحتنون بالنساء كلها مال ما عدنا غيره ولا عدنا راتب ولا عدنا هذه وإحنا نريد نعيش بكرامة ما نريد منعتهم نريد ماء ومية نشرب لها البستان هذا العاشين به أزمة جفاف تزداد خطورتها يوما بعد يوم وتتسع آثارها لتتعدى قضية العجز عن توفير المياه والمياه الصالحة للشرب والسقي إلى ارتفاع نسب الملوحة والتلوث وتضاعف مساحات التصحر مع تقلص الغطاء الأخضر ما سيترك تأثيرا آخر على البيئة والمناخ بشكل عام ترجمة نانسي قنقر